كنت حابب أتكلم عن الأهلي علشان الأهلي عظيم زي ما قلت لحضراتك ودايما النادي الأهلي بيبان عظمته في الوقت الصعب بيبان معدنه في الوقت الصعب هبتدي مع حضراتكو دلوقتي بلقطات وصور مهمة جدا صور مش هتشوفوها في أي مكان غير هنا في قناة الأهلي قناة النادي الأهلي اللي احنا دايما بنقول وهي بتمثل النادي الأهلي نادي الأهلي اللي بيضرب دايما المثل في الاحترام في القيم في المبادئ حابب أبدأ حلقة النهاردة بنجوم كبار من نادي الزمالك آه زي ما سمعته حضراتكو من نادي الزمالك يا ما شرفونا هنا في قناة الأهلي وأنا كان لي الشرف إن أنا أستضيف نجوم كبار من نادي الزمالك في رد الجميل البرنامج اللي ما شاء الله لقى مشاهدة كبيرة جدا الموسم السابق والموسم اللي قابليه وعمل ردود فعل إيجابية كبيرة جدا في رد الجميل مثلا في رمضان اللي فات نورنا في قناة الأهلي الكابتن الكبير علي خليل علي خليل الرمز الزمالكاو العظيم واحد من نجوم السبعينات واللي متعونا كتير وصاحب الأخلاق الرفيعة وصاحب المواقف العظيمة في كرة القدم ونورنا كمان الكابتن أحمد الكاس لقلقة مصر السمراء زي ما كان كل المعلقين بيقولوا عليه وكمان الكابتن الكبير الكابتن يشام يكن نجم نادي الزمالك وابن الرمز الكبير الكابتن يكن حسين كابتن يكن حسين اللي ابتدى لعب في النادي الأهلي وبعد كده اتنقل لنادي الزمالك دول كانوا معنا في الموسم الحالي موسم اللي انتهى في رمضان السابق في الموسم الماضي كان معنا الكابتن الكبير الكابتن محمود الخواجة أيضا تشرفت بلقاء معاه وكان جوه بيته وقاعد يحكي على مواقف كتير مع نجوم النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب والكابتن مصطفى عبده والزمالة في المدرسة وفي الملعب كل النجوم اللي انا قلتها ومش بس كده الكابتن مصطفى عبده في برنامجه المجري على قناة الأهلي برضو بيستضيف نجوم كتير من الزمالك زي المدرب الكبير المحترم الكابتن حلم طولان ونجوم تانية كتير احنا بنستضيفهم هنا في قناة الأهلي كل دول بيتكلموا عن قيمة الزمالك جوة قناة الأهلي العلاقات الطيبة بين الكطبين على مر السنين وما فيش ولا واحد من دول جرح في نادي الزمالك على شاشة قناة الأهلي ولا عمرنا أحرجناهم بأسئلة علشان يهجموا نديهم وكان في المتاح كنا ممكن نسأل ونقول لكن كنا بنحترم الضيوف وبنحترم قيمة نادي الزمالك أكيد حضراتكم بتكروا كويس أول استوديو التحليلي اللي كان على قناة الأهلي مع بدايات قناة الأهلي وكان بيضم بشكل ثابت الرمز الزمالكاو الكبير الكابتن طه بصري اللي كان موجود على طول في الاستوديو التحليلي وكان بيحل المباراة الأهلي والزمالك وكل مباراة الدوري واللي عمره كابتن طه بصري رحمة الله عليه اللي عمره مهاجم نديه على شاشة الأهلي شفتم كمان مشهد رائع في حفل إفطار نجوم رد الجميل الحلقة الختامية مسك الختام في رمضان السابق كابتن محمود الخطيب وهو بيستقبل نجوم الأندية كلها من الإسماعيلي من الترسانة من المحلة للتحاد الأولمبي المقاولين أندية كتير في مصر ده كله كان في حضور الكابتن محمود الخطيب وأيضا كان في وجود الكابتن الكبير كابتن حسن شحاتة داخل مكر النادي الأهلي في الجزيرة وقتها سجلنا مع الكابتن حسن شحاتة المعلم الكبير وأكد اعتزازه بالأهلي والزمالك هي دي السور واللقطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي وإحنا بنستضيف النجوم الكبار كابتن علي خليل كابتن محمود خواجة كابتن هشام يكن نجم الكبير كابتن حسن شحاتة اللي أنا تشرفت باللقاء معاه في الحفل الختامي أو الحلقة الختامية في رمضان السابق وأكد على اعتزازه الكبير بالأهلي والزمالك والود اللي هيفضل دايماً بين الأهلي وزاك ونشرنا كل الكلام الإيجابي ده إن هو دي رسالة قناة النادي الأهلي اعرضوا لنا الصورة اللي ظهر فيها الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن حسن شحاتة في وجود الكابتن علي خليل يا سلام على عظمة الصورة وحلوة الصورة تلت أهرامات رياضية في الرياضة المصرية شرفونا في النادي الأهلي وكانوا موجودين في النادي الأهلي في رمضان في الحلقة الختامية لو تعرفوا كواليس الصورة والحب الكبير اللي جمع بين السلاس العظيم والروح اللي بتفضل دايماً بين الأهلي والزمالك الصورة دي حبيت أعرضها لحضراتكم عشان الصورة بألف كلمة حبيت أبتدع حلقتنا بالرسالة دي بالرسالة المهمة دي بالرسالة والصور الحلوة اللي مش هتلاقوها في أي مكان تاني غير هنا بس على قناة النادي الأهلي النادي الأهلي نادي القيم والمبادئ والاحترام